يوم بعد يوم الدولة بتقدرناها تاخد خطوات مهمة جداً وجادة لعبور الأزمة الاقتصادية واللي بيعني منها العالم كله خاصة فيما يتعلق بالتضخم وارتفاع الأسعار مبارح كان في اجتماع مهم جداً لرئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مع عدد من الوزراء ووكيل البنك المركزي ومجموعة من الصناع والتجار الهدف من هذا الاجتماع هو التوافق على مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية والتحكم فيه معدلات التضخم وكمان زيادة المعروض من السلع في السوق خاصة السلع الغذائية واللي بيحتاجها كل بيت مصري كل يوم يا من في المبادرة دي يا شازلي تم تحديد سبع سلع رئيسية حيتم تخفيض أسعارها بنسب بتتراوح من 15 وال25% بنتكلم هنا عن الفول عن العتس عن الألبان الجبن البيضة المكارونا الزيت والسكر وكمان الرز المفروض انه بحد أقصى يوم السبت الجاي حيكون كل السلع دي تم تخفيض أسعارها وكمان حيتم كتابة السعر الجديدة على كل المتاجات عشان ما يكونش فيه مجال للتلاعب في الأسعار بكل تأكيد مبارح كمان رئيس الوزراء قال انه تم التوافق مع اتحاد منتجي الدواجن والبيضة على عمل تخفيض بنسبة 15% على الدواجن الحية والمجمدة وبيض المائدة وهيكون فيه متابعة أسبوعية لتقييم تنفيذ هذه المبادرة على أرض الواقع ده معناه ايه؟ معناه انه يكون فيه اجتماع أسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الموقف ومدى استقرار الأسعار ولو فيه أي مشكلة ظهرت مثلا أثناء تطبيق هذه المبادرة بيتم التوجيه بالقرارات اللازمة لحلها ده غير طبعا أنه كمان تم التوافق مع السلاسل التجارية على أنه يكون هناك وفرة في عرض السلع المستهدفة في هذه المبادرة وبدون هامش ربح أعتقد دي مرحلة أولى يا شازلي حيكون فيه مرحل تانية كمان بتخص سلع أخرى وحيتم خفض أسعارها بالتنسيق مع الحكومة والقطاع الخاص عشان في النهاية الناس تحس فعلا بنخفاض حقيقي وملموس في أسعار السلع وكمان يحصل تراجع لمعدلات التضخم إن شاء الله على مدار الحلقة هنتكلم فيه الموضوع ده باستفادة نصبح على حضراتكم صباحكم زي الفل صباح الخير يا مصر